السلام عليكم ورحمة الله مياكم أم حمد من عالم الأكلات الهندية فادي سورد تفضلوا بالاشتراك على قناتنا عشان ما تفوتون وصفات شهية من عالم الأكلات الهندية على طريقته العصيلة وصفتنا اليوم زلابية هندية على طريقته العصيلة من أرض الهند إن شاء الله راح نعمل زلابية مقرمشة ولذيذة بمكافنات بسيطة وعلى طريقة جدا سهلة مقادر مذكورة في صندوق الوصف ما عليكم إلا متابعة طريقة عملية عبر الفيديو عملا تخضير العجين ومن المهم الانتباه أن العجين في هذا الفيديو من عدس أبيض مش بتحين زلابية من عدس أبيض هي من طريقة تقليدية في بعض مناطق الهند ننكع العدس في الماء لمدة ساعتين بعد ساعتين نخلط في الخلاط نضيف شوية من الماء عجين جاهز ونضيف إليه نشاذرة ملعقة كبيرة نشاذرة يساعد في قرمشة زلابية رشد ملح نضيف لون برتقالي نخلط جيدا نجهز القمع ونضع العجين نضيف شوية من الماء نضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون نضيف ملعقة صغيرة من الماء إن شاء الله نقل في الزيت نقلها على نار هادئة حتى تصبح مقرمشة نضيف ملعقة صغيرة من الماء نضيف شوية ونضيفها لمدة خمسة دقائق في نقطة جدا مهمة المفروض تكون شيرة ساخنة دوما موسيقى المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة